اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوم الجمعة هي الاهم من وجهة نظرك كيف ترى هذه المباراة يعني اعتقد ان انت المفترض في تصفياتك في الوقت اللي انت شغل فيه دلوقتي تلعب مباراةين مباراةين يعني حتى تلعب بعد 3 ايام او 4 ايام انت تلعب بعد 3 ايام في ليبيا او 4 ايام في ليبيا انت فاهمني فدي بتبقى انت كمدرب بتعمل استراتيجية مباراةين جنبه ما تقدرش تفصل مباراة عم مباراة حتى لو بتلعب هنا حتى لو بتلعب برا المشكلة في المباراة الاولى ان الفريق الليبي المدرب الاسباني بتاعهم من المدربين اللي هو التقليدي جدا فبيدفع كويس قوي يعني من المدربين اللي قدروا يدفعوا ولكن عنده اكتر من لعب في الكهر السابتة كويس جدا يمكن من عندهم اقدر اقولك ان الفرقة هي بتلعب دايما 4 اتنين 3 واحد مش هيتعبوك في القاهرة لكن هيتعبوك في ليبيا عشان الترتان عشان الملعب عندهم يعني عايز اقولك هم طف قوي على ملعبهم عندهم سرعة قوية جدا على الترتان على ملعبهم فهم بيرهنوا على دي هيجي يدفع هنا لكن احنا عندنا قدرة في المباراة هنا في ملعبنا هنقدر نتسب ان شاء الله لكن الخوف من مباراة ليبيا ليه لاني انا شايف ان احنا ما عدناش لمباراة ليبيا كويس من وجهة نظري ازاي في لعيبة بتاعت الترتان وفي لعيبة بتاعت نجيل طبيعي ده المدربين المفترض كل المدربين عارفين الامر ده انت لما بتلعب على الترتان صعوبة التحكم في الكرة اللعب اللي بيبعو الارض يعني لو انت تفرجت على الاهل لما محمد افشا جاب الجون الاولين اللي لعبنا على الملعب الترتان السلاف فاتت في بطولة افريقيا اللي عدى وحطى ده شغل ترتان شغل خماسي انت فاهم انت لما بتلعب على الترتان بتبقى قريب من الخماس شوية فانت لازم تنقل لعبين اللي يقدروا يلعبوا في الخماس كويس واللي يقدروا يلعبوا على ترتان كويس عشان كده انا بقولك انا زعلت في الاختيارات اني اه انا كنت بتقولي انا زعلت فعلا في الاختيارات اه ما فهاش لعيبة يقدروا يلعبوا على الترتان كويس اه يمكن اللي اتنين اللي اتقلقوا في فرقة الاهل والزمالك السنة اللي فاتت في ملعب الترتان كان محمد شريف ويه؟ قفشة وقفشة دي حقيقة يعني علشان كده انا بتكلم على انه خسرهم في المباراة التانية كان ممكن لو مش محتاجهم المباراة الاولى لكن محدش قاله مياخدهمش نعم محدش قاله انه هم كانوا كويسين في مباراة اللي ترتان ما هو المفترض انه ده اللي يحصل يعني اصله اصله انت بتتكلم على اهو يعني الملعب لو شفته التحرك كابتن اسلام بيبقى صعب جدا انت لعبت كتير على ملعب زي دي انت عارف ان المباراة في الملعب لزي دي بمبارايتين اه طبعا دي حقيقة يعني وبعدين المنتخب اللي بيعنده من الشراسة القوة الدفاعية في ملعب الترتان بيبقى عنده خطورة علشان كده لازم تلعب مع ناس بيتتحكم في الكرة كويس مش هتقدر تجاريهم في ليبيا في اللعبة الطويل واللعبة القوة والطف والحاجات دي انت عاوز تساعد محمد صلاح في اللعبة اللي على الارض والباص اللي على الارض لكن المباراة هنا أنا شاف أننا في المتناول إن شاء الله نقدر نكسب كويس قوي